الدورة الثالثة عشر فقه الدعوة الدرس السادس لقد جرت العادة في بعض المناطق أن يغير المسلمون الجدد أسماءهم بعد إسلامهم ويحدث هذا أحياناً ليشعر الداخل في الإسلام بمزيد من الارتباط والانتماء إلى المجتمع المسلم والسؤال الواضح الذي يطرح نفسه هو هل تغيير الاسم هذا أمر واجب؟ أم مستحب أم مباح فحسب؟ لا يوجد في الشريعة الإسلامية ما يلزم من هداه الله إلى الإسلام بتغيير اسمه إلى اسم آخر إسلامي والاستثناء في ذلك هو وجود سبب إسلامي يقتضي ذلك على سبيل المثال إذا كان للمرء اسم يدل على عبادة غير الله أو إذا كان له اسم ذميم وهناك أسماء أفضل منه وكثيراً ما يتخذ المسلمون الجدد الذين ليسوا على دراية بنظام التسمية الإسلامي أسماء عربية على النبط الأوروبي الفوضوي في الواقع المنحدرون من أصل إفريقي كثيراً ما يمحون حتى أسماء عائلاتهم من منطلق أن هذه الأسماء هي من مخلفات أيام العبودية أي أن العبيد من أسلافهم عادة ما كانوا يتخذون أسماء عائلات أسيادهم وأسماء الأسياد تلك هي التي انتقلت من جيل إلى جيل وعليه فإن الشخص الذي ربما كان يدعى كلايف بارون ويليامز بينما كان اسم والده جورج هيربرت ويليامز قد يعيد تسمية نفسه عند اعتناقه الإسلام باسم فيصل عمر مهدي ولكن وفقاً لنظام التسمية الإسلامي فإن اسمه كان ينبغي أن يكون فيصل جورج ويليامز أي فيصل ابن جورج ويليامز وسواء كان ويليامز هو اسم مالك المزرعة التي عمل فيها أسلافه أو لا فلن يغير ذلك من الأمر شيئاً بما أن اسم والده هو جورج ويليامز فهو ابن جورج ويليامز وفقاً لنظام التسمية الإسلامي تلك الممارسة الشائعة بين المسلمين الجدد المتمثلة في محو أسماء عائلاتهم كثيراً ما سببت استياء عميقاً لدى عائلاتهم غير المسلمة الأمر الذي يمكن تجنبه بسهولة إذا تم اتباع نظام التسمية الإسلامي وفي الحقيقة المسلم الجديد ليس ملزماً حتى بتغيير اسمه المسيحي إلا إذا احتوى على معنى غير إسلامي وعليه فإن الإسم كلايف والذي يعني ساكن المنحدرات لا يلزم تغييره بينما الإسم دينيس وهو شكل آخر من الإسم ديونيسوس والذي يعني الإله ديونيسوس إله النبيذ والخصوبة اليوناني والذي كان يعبد بتوقوس العربدة يلزم تغييره ومع ذلك فمن المقبول تماماً بالنسبة للمسلم الجديد سواء كان حديث الإسلام أم لا أي يغير اسمه الأول فكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم تغيير الأسماء الأولى للناس إن كانت الأسماء فيها تزكية أو كانت قبيحة مستكرهة أو كانت غير إسلامية وقد كانت إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تسمى في الأصل برة أي تقية وقد غير النبي اسمها إلى زينب عملاً بقوله تعالى في القرآن فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ولكن لم يغير رسول الله صلى الله عليه وسلم قط أسماء الآباء مهما كانت غير إسلامية وعليه نستنتج أن محوى المرء لإسم عائلته يتعارض مع نص وروح الشريعة الإسلامية فيجب الإبقاء على الإسمين الأول والأخير للأب وإن لم يكن اسم الأب معروفاً فيتبع الإسمان الأول والأخير للأم ترجمة نانسي قنقر